اشتركوا في القناة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في الكلام حول إرادة الله سبحانه وتعالى ذكرنا في الجلسة الماضية أن الإرادة من صفات الفعل بمعنى أنه سبحانه يوجد الأشياء وهذا الإيجاد هو إرادة منه سبحانه وتعالى وليست الإرادة من صفات الذات لأن صفات الذات لا يصح سلبها عنه ولو بشكل مقيد مثلا لا يجوز أن نقول إن الله لم يكن يعلم بوجود زيد ثم علم بوجوده لأن العلم صفة ذاتية هي عين ذاته ولكن في صفات الفعل يجوز سلبها عنه بشكل مقيد نقول إن الله لم يخلق زيدا ثم خلقه إن الله لم يرد شيئا ثم أراده وقد ذكرنا فيما مضى تفصيل الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل حديثنا اليوم في الحديث الثالث من باب الإرادة من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث يتضمن الفرق بين إرادة الإنسان وبين إرادة الله سبحانه وتعالى وذلك أن الإرادة من كل إنسان يعني أحدنا إذا أراد شيئا إلى أن يتحقق ذلك الشيء لا بد من عدة مراحل ومقدمات في تلك الإرادة أولا أن يتصور الشيء بما فيه من المصلحة أو المفسدة الإنسان لا يمكن أن يريد شيئا لم يتصوره أنت تتصور الماء وتتصور أن هذا الماء له مصلحة في رفع العطش مثلا هذا المقدمة الأولى للإرادة في الإنسان تصور الشيء فلا يمكن إرادة شيء من غير تصوره المقدمة الثانية في إرادة الإنسان هو الشوق الإنسان بعد أن تصور شيئا وتصور أن لذلك الشيء مصلحة قد لا يشتاق إلى ذلك الشيء وقد يشتاق إذا لم يشتاق إلى الشيء لا يتحقق ذلك الشيء لأنه لم تتحقق الإرادة نحن كثير من الأحيان نعلم بوجود مصلحة لشيء نتصور ذلك الشيء ونتصور المصلحة فيه ولكننا لا نشتاق إلى ذلك الشيء فلا نريده لكن إذا أردناه ينبغي في المقدمة الثانية للإرادة أن نشتاق إلى الشيء ثم بعد ذلك بعد الاشتياق قد يعزم الإنسان على الشيء وقد لا يعزم على شيء في كثير من الأحيان نحن نتصور شيئا ونشتاق بشدة إلى ذلك الشيء ولكن لا نقصد ذلك الشيء ولا يتعلق عزم مننا لذلك الشيء لا يسبب من الأسباب في كثير من الأحيان نحن نحب شيئا ونشتاق إلى شيء ولكننا لا نفعله فلم تتحقق إرادة بسبب عدم وجود المقدمة الثالثة لها وهي وهو العزم فالإنسان يتصور الشيء يشتاق إلى ذلك الشيء يعزم على ذلك الشيء وبعد ذلك يحرك عضلاته أو عضلاته نحو ذلك الشيء فيتحقق ذلك الشيء يعني أنت تتصور الماء بما له من المنافع والمصلحة ثم تشتاق إلى شربه ثم تعزم على ذلك فتحرك عضلاتك بأن مثلا ترفع يدك وتمدها نحو الإناء وترفع الإناء وتضعه على فيك وتشرب الماء هذه الإرادة في المخلوقات الله سبحانه وتعالى إرادته ليست كإرادة المخلوقات لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه التصور التصور معناه حضور صورة الشيء لدى النفس يعني أنت الآن حينما تتصور شيئا ماذا يحدث صورة ذلك الشيء تحدث في نفسك فتدرك ذلك الشيء هذا التصور في الإنسان هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صورة هذه الصورة تنعكس في ذاته كلا الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى شيء وأجل من أن يحتاج إلى صورة تنعكس هذه الصورة في ذاته بمعنى أن تدخل في ذاته وأيضا دخول فيه وخروج شيء منه هذا من المحالات لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وغير قابل للتغير وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء وعلمه بالأشياء ليس تصورا لتلك الأشياء بل علمه عين ذاته وقد ذكرنا فيما مضى تفسير علمه سبحانه وتعالى فإذن المقدمة الأولى للإرادة في المخلوقين ليست موجودة في الله سبحانه وتعالى لأنه منزه عن الحاجة ومنزه عن دخول شيء فيه أو خروض شيء منه أما المقدمة الثانية وهي الشوق المنبعث ذلك الشوق من هذا التصور هذا أيضا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الشوق كيفية نفسانية انفعال نفساني وهذا الشوق مرتبط بقوة الإنسان الحيوانية فلذلك الإنسان يشتاق إلى شيء لأن هناك كيف وانفعال نفسي يعني حينما أنت ترى شيئا تشتاق إلى ذلك الشيء أو تتنفر من ذلك الشيء هذه انفعال حالة انفعالية تحدث في نفس الإنسان من مواجهة شيء أو تصور شيء والله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية والله سبحانه وتعالى لا كيف له لأن الكيفيات النفسانية هي من توابع القواء الحيوانية والله سبحانه وتعالى أجل من ذلك فأيضا الشوق في الله سبحانه وتعالى لا معنى له بل مستحيل فالمقدمة الثانية في الإرادة لدى الإنسان هذه الله سبحانه وتعالى منزه عنها وأما المقدمة الثالثة للإرادة وهي العزم فإن الله سبحانه وتعالى أيضا منزه عن ذلك لعدم حاجته إلى العزم وأما تحريك الأعضاء نحو الشيء وهو المقدمة الرابعة فالله سبحانه وتعالى بسيط ليس بمركب من أعضاء ولا يحتاج لإيجاده الشيء أن يحرك أعضاءه الله ليس له أعضاء أصلا سالب بانتفاء الموضوع ولا حاجة له إلى الأعضاء ولا حاجة له إلى تحريك شيء فكل المقدمات الأربع التي يتحقق بها تتحقق بها إرادة الإنسان المخلوق هذه منفية عن الله سبحانه وتعالى لجلاله ولتنزهه عن ذلك فإذا إرادة الله سبحانه وتعالى تختلف عن إرادة المخلوقين والدليل الشرعي ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى لا يوجد مثل ذاته شيء ولا مثل فعله فعل فإذا إرادة الله ليست كإرادتنا فما هي إرادة الله سبحانه وتعالى؟ كنه إرادة الله مجهولة لنا لأننا كما نجهل كنه ذات الله سبحانه وتعالى كذلك نجهل كنه فعل الله سبحانه وتعالى وإنما نعلم بذاته عادة عن طريق آثاره وأيضا نعلم بفعله عن طريق الآثار فالإرادة في الله سبحانه وتعالى حسب ما تدل عليه متواتر الأحاديث هي إيجاد الشيء يعني الله سبحانه وتعالى يعلم منذ الأزل بالمصلحة يعلم بالأشياء كلها ويعلم بالمصالح والمفاسد وهو حكيم وحكمته وعين ذاته لأنها من صفات الذات لرجوعها إلى العلم فالله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بالأشياء ويعلم بالمصلحة في إيجادها في أوقاتها وهو مختار ليس مضطر في خلق الأشياء مختار والاختيار أيضا من صفات الذات فالله سبحانه وتعالى يعلم بأن المصلحة في إيجاد هذا الشيء في هذا الوقت فيوجده باختياره هذا الإيجاد هو الإرادة منه سبحانه وتعالى هذا الحديث الثالث مضمونه هو ما ذكرناه والآن نحن نتلو هذا الحديث الشريف ونشير إلى بعض المقاطع الموجودة في هذا الحديث صفوان بن يحيى وهو من ثقات الأصحاب ومن أصحاب الإجماع يعني أجمعة الطائفة على تصحيح ما يصح منه وكان من فقهاء الأصحاب وأيضا لا يروي إلا عن ثقه ولذلك مبنى بعض الفقهاء بتوثيق جميع مشايخ صفوان بن يحيى لأنه لا يروي إلا عن ثقه هذا صفوان بن يحيى يأتي إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ويسأله عن الإرادة قلت لأبو الحسن أبو الحسن يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هو أبو الحسن الأول وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأما أبو الحسن الثالث فهو الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام قلت لأبو الحسن يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ما هو الفرق بين إرادة الله وإرادة الخلق لأننا نعلم أن الله ليس كمثله شيء هذه آية محكمة ولكن في الوقت نفسه نعلم أن المخلوقات لها إرادة نحن لنا إرادة والله له إرادة لفظ الإرادة أطلق علينا وعلى الله ولكن نعلم بالفرق الجوهري بين الإرادتين لأنه ليس كمثله شيء وكما ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن المخلوقات في كل شيء لا يوجد شيء من المخلوقات يشبه الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء لا في ذات ولا في صفات ولكن هناك ألفاظ تطلق على المخلوقات وتطلق على الله سبحانه وتعالى لأن هناك صفات خاصة لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى مثل كلمة الرحمن كلمة الرحمن صفة خاصة لا يجوز إطلاقها على المخلوقات وإذا واحد اسم عبد الرحمن لا يجوز أن نسميه بالرحمن وإنما يجب أن نجهر بكل اسمه ونصرح به نقول عبد الرحمن لأن الرحمن صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى وهناك القسم الثاني صفات لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى لأن أسماءه توقيفية كما مر وإنما تطلق على المخلوقات مثل الزارع لا يجوز أن نقول لله يا زارع نسميه بالزارع مع أنه هو الذي يزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولكن إطلاق هذه اللفظة لا يجوز على الله سبحانه وتعالى لكن يجوز إطلاقها على المخلوقين تجد فلاح وتسميه زارع لا إشكال في ذلك القسم الثالث صفات تطلق على الله وتطلق على المخلوقات أيضا مثل كلمة رحيم الرحيم من أسماء الله بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا أطلقت على الرسول صلى الله عليه وآله وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بل أعظم مخلوقات الله بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كلمة الرحيم أطلقت على الرسول وكذلك كلمة الرؤوف وكذلك كلمات أخرى يوصف بها الله سبحانه وتعالى ويوصف بها المخلوقين ولكن بمعنيين الرحيم حينما يطلق على الله سبحانه وتعالى بمعنى والرحيم حينما يطلق على الرسول صلى الله عليه وآله بمعنى آخر لأنه الرحمة في الله تختلف عن الرحمة في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مريد له صفة الإرادة والمخلوقات أيضا كثير منها مريدة يعني لها صفة الإرادة فما هو الفرق بينهما نعلم بأن الله ليس كمثله شيء ليست إرادة الله كإرادة المخلوقات ولكن ما هو الفرق عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ما الفرق بينهما فقال الإرادة من الخلق الضمير إشارة إلى المراحل الثلاثة الأولى في الإرادة وهي التصور والشوق والعزم لأن هذه صفات نفسانية تتحقق في النفس وليس أمور خارجية أفعال خارجية يعني أنت عندما تتصور شيء هذا في نفسك في ضميرك في داخلك حينما تشتاق إلى شيء هذا الشوق في الداخل حينما تعزم على شيء أيضا هذا في الداخل فإذن الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل إشارة إلى المرحلة الرابعة من الإرادة في المخلوقات المقدمة الرابعة تحريك العضلات حينما تفعل شيئا تحرك عضلاتك لكي تفعل ذلك الشيء فالإرادة من الخلق الضمير إشارة إلى المقدمات الثلاثة الأولى التصور والشوق والعزم وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل إشارة إلى المرحلة الرابعة ولكن هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذه المراحل الأربعة كلا الله منزه عن ذلك وأما من الله سبحانه وتعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك إرادة الله هي إيجاده للشيء ولذلك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله إذا أراد شيء إذا كانت إرادة تكوينية يتحقق الشيء يعني يوجد ذلك الشيء من غير فاصل لعدم انفكاك إرادته عن المراد وإذا كانت إرادة شريعية يتحقق ذلك الحكم فورا من غير فاصل لأن الإيجاد والوجود لن فكاك بينهما وإنما الشيء حينما يوجد إذا نسبته إلى الفاعل فهو إيجاد وإذا نسبته إلى القابل فهو وجود فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى تصور ولا إلى شوق ولا إلى عزم ولا إلى تحريك العضلات وإنما الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء وهذا الإيجاد هو الإرادة فإرادته إحداثه لا غير ذلك إحداثه يعني إيجاده للشيء لأن الأشياء محدثة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني حديث جديد إحداث الأشياء يعني إيجاد الأشياء ولذلك هذه الآية التي تلوناها أيضا تدل على أن القرآن مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن القرآن بالمحدث وإذا لم يكن مخلوقا ما كان التعبير بالمحدث وإنما التعبير بالمحدث خاص بالأشياء الحديثة التي أوجدت بعد أن لم تكن موجودة وهذا كلام حول عدم حول خلق القرآن وأن القرآن هو مخلوق لله سبحانه وتعالى سيأتي في المستقبل ونستدله من العقل والنقل ومن جملة الآيات التي تدل عليه هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فإرادته إحداثه لا غير ذلك لماذا؟ لأنه لا يروي تروية بمعنى التفكير الله سبحانه وتعالى لا يفكر في الشيء لا يحتاج إلى التفكير إحنا نحتاج إلى التفكير لماذا؟ لأننا نجهل أشياء كثيرة فبالتفكير قد نصل إلى معلومات يعني التفكير طريقة الإنسان إلى أن يبدل مجهولاته إلى معلومات والله سبحانه وتعالى عالم بالذات بكل شيء وعلمه لا حد له فلا يحتاج إلى التفكير والتفكير إنما هو علامة الجهل ثم العلم والله سبحانه وتعالى عالم بالذات ولم يكن جاهلا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كثيرا لأنه لا يروي يعني لا يفكر ولا يهم يعني لا يقصد الشيء ولقد همت به وهمت بها يعني عزمه لا يهم يعني لا يعزم على الشيء إذا أراد شيء يوجده إيجاده هي الإرادة وهو الإرادة ولا يروي ولا يهم ولا يتفكر الله سبحانه وتعالى أيضا لا يتفكر الفرق بين الروية والتفكر الفرق هو في الكم والكيف يعني الروية تقليب مختلف الاحتمالات إلى أن يصل الإنسان إلى الاحتمال الصحيح والتفكر هو احتمال واحد الإنسان يتعمق فيه فالتفكر هنا مقابل الروية بمعنى التعمق في احتمال واحد والروية بمعنى تقليب وجوه الإحتمالات المختلفة طبعا الروية والتفكر كل واحد منهما يستعمل في الكم والكيف معنى أيضا لكن حينما يتقابلان حسب ما يذكر بعض أهل اللغة بعض أهل اللغة يكون الفرق بينهما في الكم والكيف الروية التفكر في الكم يعني احتمالات مختلفة والتفكر هو التفكر في العمق يعني الاحتمال الواحد الإنسان يتعمق فيه إلى أن يكتشف حقائق ذلك الاحتمال الله سبحانه وتعالى لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه يعني الروية والاهتمام والتفكر هذه منفية لأنها علامة الحاجة والله سبحانه وتعالى غير محتاج علامة طريق الإنسان من جهله إلى علمه علامة على الجهل والله سبحانه وتعالى ليس بجاهل وكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة أنشأ الخلق إن شاءه وابتدأه ابتداءه بلا روية أجالها يعني الفكر في احتمالات مختلفة يجول هذا الفكر بين احتمال واحتمال إلى أن يستقر على احتمال واحد إحنا عندما نريد نصنع شيئا في كثير من الأحيان نقلب وجوه الاحتمالات المختلفة فكرنا يجول على هذه الاحتمالات إلى أن يستقر على احتمال واحد بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها الله سبحانه وتعالى علمه بالذات ما يحتاج إلى تجربة التجربة يعني الإنسان يصنع شيئا ثم يرى وجه الخطأ أو الصح في ذلك الشيء فيكسب علما في المرة الثانية يصنعه بشكل متقن الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك ولا تجربة استفادها ولا همامة نفس اضطرب فيها همامة نفس من الحم والاهتمام أنه يتعمق أن هذا الفعل نفعله أو لا نفعله نحن كثير من الأحيان نتردد تضطرب نفوسنا في الاحتمال الواحد نفعل لا نفعل إلى أن يستقر الرأي على شيء واحد والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق هذه صفات المخلوقات التفكر والتروي والاهتمام هذه صفات الخلق والله سبحانه وتعالى منزه عنها زيان فإرادة الخلق هكذا أما إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله الفعل لا غير ذلك لا توجد مقدمات الله يعلم بأنه من المصلحة إيجاد هذا الشيء في وقته يعني الله من الأزل كان يعلم بأنه من المصلحة أن يخلق آدم في الوقت المعين فخلقه هذه إرادة الله يعني خلقه وكان مختارا لم يكن مضطرا ولذلك كان يعلم ولم يخلق لأنه لم تكن المصلحة في الخلق منذ الأزل وكان مختارا فأعمل اختياره بإيجاد الأشياء طبعا هذا التعبير أعمل اختياره تعبير مجازي لتقريب المطلب إلى الذهن فأوجد الأشياء بدون تغير في ذاته فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون طبعا هذا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق كلمة كن جعله من مراحل الخلق أو هذا تعبير مجازي بمعنى سرعة تحقق إرادته لا أنه يقول كن بلسان يقول هذا كن الله سبحانه وتعالى ليس له لسان منزه عن الأعضاء كن فيكون بلا لفظ اللافظ شنو هو اللافظ هو الصوت الذي يخرج من الفم هذا يسمى لفظا يعني الآن مثلا إذا سقط حجر من فوق إلى الأرض يخرج صوت الشلال يسقط على الباحر أو على الماء أو على الأرض فيخرج صوت هذا الصوت لا يسمى لفظا صوت ولكنه ليس بلافظ اللافظ إنما هو الصوت الذي يخرج من الفم هذا يسمى لفظا لأن الإنسان يلفظه يلقيه من فمه الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون بلا لفظا وإنما إذا كان صوت فإن الله سبحانه وتعالى يخلق الصوت ويجعله مقدمة وسبب من أسباب الخلق بلا لفظ ولا نطق لسان الله سبحانه وتعالى ليس له لسان حتى نقول إن هذه الكلمة خرجت من لسانها الله منزه عن ذلك الله لا يحتاج إلى الأعضاء وليس بمركب أصلا يستحيل عليه التركب هو منزه عن مشابهة المخلوقات فلذا الإمام يقول بلا لفظ ولا نطق لسان ولا همة يعني اهتمام وعزم إلى الشيء ولا تفكر تصور للشيء ولا كيف لذلك يعني فعل الله أيضا ليست له كيفيات أفعال الإنسان لأن الله ذاته لا كيف لها لذلك لا يمكن أن ندرك ذات الله سبحانه وتعالى وإنما نعلم بوجود الله عادة عن طريق آثاره فعل الله أيضا مع أنه مخلوق لله فعل الله فعل الله ليس ذات الله سبحانه وتعالى إيجادة للأشياء هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى ولكن أيضا نحن لا يمكننا أن ندرك كنه فعل الله سبحانه وتعالى لذا الإمام يقول ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له يعني الله ذاته لا كيف لها يعني ليست لها الكيفيات النفسانية التي موجودة في المخلوقات والله سبحانه وتعالى ذاته منزه عن الكيف وفعله أيضا منزه عن الكيف لذلك نحن لا نعلم حقيقة فعل الله وإنما نعلم بإرادة الله عن طريق الآثار يعني أنت عندما تعلم بالأشياء تعلم بأن الله أراد إيجاد تلك الأشياء ولكن كيفية هذه الإرادة كيفية هذا الإيجاد لا ندري حينما تعلم بالأحكام الشرعية وهي الإرادة التشريعية تعلم بأن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأحكام ولكن كيفية هذه الإرادة أيضا مجهولة لدينا فنعرفها عن طريق آثارها هذا الحديث الثالث من هذا الباب باب الإرادة أنها من صفات الفعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى موسيقى